موسيقى خاصة اخي انا قد سجلتك وقبلك في المدرسة وكمان شفتلك سكن قريب من المدرسة عند واحد من اصحابي يلا متنساش لما تطلع تقزع الشربة من امي ان شاء الله ان شاء الله انا بقي لك في الوقت المحدد شكرا لك شكرا لك يلا مع السلامة بسم الله توكلت الله الو وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته قسم الشرطة خير ابو سيف ما عرفه يعني يعرفه يعني شوية شوية طيب انا اش علاقتي بدي طيب طيب خلاص باقي لك باقي لك باقي لك ان شاء الله حاضر حاضر مع السلامi ما لك افهم مش قلت انه عندك مشوار مهم ما 내�ك اه 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 بخرج الان بس بقلس اه اه بطلع اه اه اصبح أعرف inne احذق ما girlfriends ما لك؟ ايش في مالك كده مرتبك؟ صراحة قسم الشرطة تصلولي ويش دونه ضروري ممكن تقي معي الشرطة؟ ليش؟ ليش كده بتعلي يا فاهم؟ مش نحن متفقين انه هذا ابو سيف ما عد بتزورهش ابدا ايش كان بيوديك لعنده اليوم؟ يا اخي ابو سيف ساكن لوحده وقريب من المدرسة اللي سقلت فيه اخي عمر فقط خاص خاص بالمرة قد يسكن عنده يعني معقول معقول بتأمن انه اخوك يسكن عند شخص زي كده وانت عارف كيف افكاره مش خايف انه يأثر عليه وانه حتى يقنع عنه يفكر نفسه لا 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 حاكي ما تبالغش ابو سيف يعني انسان على خلق ودين وكمان بيعلم اخي يعني ما يهمه في دينه ويش عن افكاره دي اللي عن القاتل والتفقير والحاجة الدين؟ والله لو انه دينه يفرض عليه ان يفكر نفسه في الوقت الزمان المحدد عادي هو شهيد يا الله ورقاعي كله شهيد لا حوله ولا قوة لا بالله ايش تعرف انت واصحابك عن الشهادة؟ دسم انتحار انتحار وقتل النفس من اعظم واكبر الذنوب يا فهيم هذا بعدين تفريط منك في الامانة اخواننا واولادنا امانة في عناقنا ولازم نحن نوعيهم وننصحهم ونحذرهم من رفقة السوق ده واقبنا وده ديننا يا فهيم وبعدين انا بصراحة نسيت اقولك حاجة مهمة ايش؟ بصراحة انا انا سويت لك المقلب هذا يعني الشخصي؟ يعني لا في تحقيق ولا في قسم انا سويت لك مقلب كذا عشان ما تروحش عند هذا ابو سيف والله ما تروح لك يا صاحب المقالب ولا همك افعل في بلتشتينك بس اهم حاجة صح صح وفهم دينك صح